بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وطالبات وطالبات المرحلة الثانوية العامة مرحبا بكم الله بالصف الثالث السنوية لشرح تبسيط قواعد اللغة الانجليزية ان شاء الله مستمر معك في حل المجموعة تتبع من التاعك العام عشرين وعشرين من كتاب المؤسر للعام عشرين وعشرين ان شاء الله مستمرين مع الواحدة ستة الدرس من ثلاثة واربعة النهارات ان شاء الله سنشتغل عاللانجليزية بتاعتها سناخذ المني تيست مع بعض المني تيست مع تدريبات عدد جمالها قليل شوية حدث ما ندمج الفيديو هم مع بعض الفيديو واحد وهنشتغلهم مع بعض بازن الله بدايتنا على صفحة 421 مع المني تيست الاول عن اللانجوج وبنفكرك بمعلومة اني قاعدة الوحدة ستة بتتكلم مع كوزاتيف هاف اند جيت الاستخدامات السببية لهاف واجدت والقاعدة بتاعتها شرحها موجود عندنا بالتفصيل على القناة بتاعتها من الاضافة الى تدريبات اضافية احنا حطيناها عليها كمان ان شاء الله زائد التدريبات اللي واخدينها من كتاب المؤسر وعندك برضو من كتاب جيم الشارعين مع الكتابين على بركة الله نشتغل النهاردة ان شاء الله مع المؤسر صفحة 421 وهنبدأ الميني تست الاول واللي بيقول بسمح مرحيم ماما احيانا تجعل رودينة ايه بعد كوكين طيب تعال نبص في جملة اللي قدامنا وهنلاقي اني مام هي الفعل بتاع الجملة واضي هاز اللي جاي هنا بمعنى جعلة واضي رودينة المفعول بي كده حضرتك عايز ايه كده حضرتك عايز الفكرة اللي بتتكلم فيها هاف او جيت اللي هي فلان اقنع فلان او جعل فلان او اجبر فلان انه يقوم بفعل معين لو كانت الكلمة المستخدمة هي هاف او حد من اخوتها يبا انت كده عايز وراها فعل في المصدر بدون تو لو كانت جيت او حد من اخوتها يبا انت كده عايز المصدر مسبوق بتو الجملة اللي قدامي فيها فاعل اللي هو مام فيها هاز ثم المفعول بي رودينة يبا انت كده حدك عايز ايه عايز فعل في المصدر بدون تو يبا نقول دو مصدر بدون تو ولا تول مصدر هي ولا دون وقت شاكد الصفتات ولا ايو بي مع بعض لا حاجة واحدة بس هي اللي تنفع دو مصدر بدون تو اجابة وحيدة صحيحة معنى الجملة ماما جعلت رودينة تقوم بي اقل اتنين جايب نفس الجملة لكن غير بقى بدل هاز جاب مين جاب جيتس يبقى مام الفاعل وادي جيتس اهي وادي رودينة المفعول بي وكلمة دا كوكينج قاعدة زي ما هي كده حضرتك عايز مصدر مسبوق بتو يبقى دو في المصدر الوحدة مش تنفع ادي المصدر هي تودو وادي دون تصف تالد خطع تماما ولا ايو بي غلط برضو بنأكد على زاد المصدر ايجابة واحدة صحيحة وحنا قمنا السبب ايه وخلاص استفنضة فيها بما يكفي ان شاء الله دلوقتي نبدأ نشرح بطريقة اسرح شوال اختلاف الكلام الجملة اللي جدام هنا هو بدأت تاخد شكل ايه بدأت تاخد شكل المبني للمجهول خلاص كده يبقى انا هو مام اللي هي فاول الجملة دي ليست هي فاعل الجملة وانما هي زي ما بسميها كتاب المؤاصر بيقول عليها المفعول لاجله واحدة بنقول عليها احنا بنقول عليها ان هي المفعول به ايه الاول لانا عندي مفعول اصلي وهو موضوع كوكينج تمام بما ان الجملة خلت شكل البناء للمجهول يبقى انت كده بعد ما اجيب تمام اللي هتعتبر المفلوع مفعول اول ماشي والكوكينج اللي هو المفعول الاصلي كده انت فاضل لك التصريف التالي في الاسس في الجملة عشان جملتك تكتامل يبقى دول في المصدر خطأ دول مصدر خطأ دول تصريف تالتي هي جيبتنا الوحيدة وهناخدها طبعا ايه وبين خطأ تماما نرجع لجملة عقم الأربعة اي انا وجايف فارغ اي انا احصل على ماشي سيارتي مخدومة بتعمل لها خدمة بطريقة منتظمة بنأكد ان اللي موجود قدامك ده فول الجملة ليس هو الفعل الحقيقي لان الجملة فيها تمام بيقول لك انا احصل على سيارتي طالما كده يبقى هنا اللي فيها بناء المجهول يبقى اللي موجود فاول الجملة ده ليس هو الفعل الحقيقي لجملة وانما هناك فاعل اخر قامل ده. هو مش هو اللي بيعمل الخدمة العربية. ده العربية بيعمل لها خدمة اشخاص اخرين. يبقى انت كده هو ده حاج اسمها قوزة لفهاب او الاستخدام السبب لهاب و جيت اللي بيأكد على فكرة ان من يجلس فيه اول الجملة ليس والفاعل حقيقي لها. وانما هناك فاعل اخر. نقول هاف ولا لت ولا جيت ولا اي و سي. اي و سي معناها ان هاف هي و جيت هما الانين ينفعوا. ينفعوا اي و سي اجابة صحيحة. وينفع اقول اي ازا اي و سي اجابتين صح? يبقى هنلاقي نفسنا بناخد الاختيار دي اللي بيقول لي اي و سي اجابة صحيحة ودي اي اي اجابة الوحيدة. نتحرك مع صفحة الصفحة اللي هي هتدينا التاني وده موجود على صفحة اربعمية اربعة وعشرين وقدي قد ايه قدامك التاني. شغلين برضو على في الدرس تاتة اربعة من الواحدة بيقول لك فاول جملة. ويبقى اي فراغ. حلو خالص. ادي ليس هو الفاعل حقيقي للجملة. ادي اللي هي المفعول به. اللي هي التاني. يعني عندي مفعول به. احنا قلنا عنيها مفعول به اول. خلاص. وعندي المفعول به الاصلي. اللي هو المفعول به الحقيقي. تمام? ودي التصريف التالتي بنت كده جملة اللي قدامك دي فيها بناء المجهول. فضلك مين هنا? فضلك انك انت تستخدم هاذ او هاد او جيت او جوت طبعا. حسب الجملة هي شغلة زمانية. ده بيقول لي ايه ماضي بسيط? يبقى انت كده هو دور على الماضي من هاذ او جيت. يبقى نقول هاذ ولا هاد ولا 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 انا هاخد هاد لان هي التي تشير الى الماضي البسيطة. بجملة قدامك ديها واضع السياء من السياء غار. اللي هي واضع شكل هاد. بس فين في الماضي البسيط. اني بقول لك فيها احنا ربما او قد ايه عمي ايه? ماشي يسيدي. غير الكلام. دخل النيكس تويج. يبقى انت كده بتتكلم في فكرتي المستقبل. وادي مية موجودة قدامك. يبقى انت كده حضرتك تدور على ايه? تدور على هاذ في المصدر او جيت في المصدر. وتشوف الموجودة فيهم وتشتغل عليه. جايب هاذ اهو. وجايب هاد ماضي بسيط. وجايب جيت. وجايب لها في المصدر. وجايب ماضي مستمر. احنا قلنا عايزين ايه? عايزين المصدر فقط. لان ما كأنها بتعمل الاعمال وال. وبتديني فكرة الافعال الناقصة التي يأجيب ان يأتي بعدها مصادر. الجملة زي ما قللك فيها. ويبقى جايب فراغ اوور فلات ديكوريتد نيكس تويك. الله. ما ليه الحكاية? ما العمل ايه ده مستقبل? بيقول لك احنا كزا الشقة بتاعتنا ديكوريتد نيكس تويك. اه. هنا بعد ويه ما جايبش حاجة. فوق كان جايب مي فقد جايبنا المصدر. طب هنا ما جايبش. يبقى انت كده ادور على. يا اما والو المصدر. يا اما والمصدر. جايب ايه هو في شكل المصدر? لأ. هاد موضي بسيط لأ. ادي المصدر ايه? موضي مستمر. احنا قلنا هناخد ايه? هناخد ليه? لانها هي اللي بتديني ما يفيد المستقبل. نحنقول لك ايه? احنا سنحصل على شقتنا معمول لها ديكور الاسبوع القادم. وهي اللي قدامك دي ليست هي فاعل الجملة. الحقيقي الفاعل اشخاص اخرون. وقادي عندك بما ان الجملة فيها مستقبل يبقى انت ويل وجيت. وقادي التصييف التالي في الاسف جملة ان المفعول الاول هو موجود المفعول الحقيقي. اللي هو هو موجود قدامك. الرابط اللي فيها وي بردو. يعيب فراغ. اخد بالك من جملة قدامك. جملة قدامك في طرف منها بيكلم في فكرة الماضي البسيطة. هو وعندك بروك. يبقى انت كده هو. الحادث اللي كان هنا في الجملة الاولانية حدث كان مستمرا في الماضي. تمام? ولكن احنا كنا بنحصل على الشقة بتاعتنا بيحصل لها عملية تزيين لما الراجل اللي بينهن ده وقا على الارض وكسرت زرعة. ربنا عافينا جميعا. المهم ادي الجملة اللي قدامك ده فيها بناء المجهول طبعا ده اكيد. يعني الجمل اللي احنا شغلين عليها ده هي كلها فيها بناء المجهول. الوي اللي اعدى في اول جملة ليست هي الفاعل حقيقة للجملة. وانما هي مفعول باول لان عندي مفعول بحقيقة او اصل اللي هو شقة في جميع الجمل اللي قدامك. الجملة قدام زي ما قلنا محتاجين لها ماضي مستمر لليل? لاني طرف الجملة الاخر متحقق فيه الماضي البسيطة اهو في الفاعل الفاعل بروك. يبقى ها في المصدر لأ. هاد ماضي بسيط لأ. والو المصدر خطأ. تماما احنا عايزين الماضي المستمر وده متحقق فيه اجابة وحيدة صحيحا. نحرك الشاشة بس شوية. علشان تبان معنا جملة رقم خمسة كويس. وما فيش مانع مرضو ان احنا نشوف رقم الصفحة. تمام? ما فيش مشكلة نشوف رقم الصفحة. وفي ملحوظة قدامك قدامك موجودة من ضمن شرح القاعدة. كيف بقى فراغ? هو كزا ماشي. معناها جراح لكي يقوم باداء عملية جراحية للجدة. خد بالك من حاجة. ايه هي? ان اللي قدامي ده هي? الجملة او الفكرة التانية بتاعة هاو وجد. اللي بقول لك اني فلان اقنع فلان ان يقوم بفعل. او جعلا فلان يقوم بفعل. يا بعد الفاعل. انت محتاج انها هو تجيب مين? تجيب يا اما هاو. يا اما حد من اخوتها. يا اما جد يا اما حد من اخوتها. يفرق معي هاو ولا جد بالفعل يجاي. ايه الفعل التاني? هنا جايته المصدر بس كده. يا بقى انت كده عايز مين? عايز او حد من اخواتها طبعا حسب الجملة اللي معايا جملة هنها تشير للماضي يبقى ادور على هاد مش هتنفع هاد اهيه وبعد هز هاد يوضي شكل مدارع تام ودي مين دوضي شكل الماضي البسيط. احنا قلنا عايزين ايه? قلنا عايزين اجابة وحيدة فقط في الجملة رقم خمسة ونتحرك بعد كده شباب كده الاول التاني اللي عن انتهو هنشتغل ان شاء الله دلوقتي على عفوا نشتغل على بنطاق واسع جدا وهنجيب تدريبات اللي هي بيسميها وبدايتنا على صفحة اربعمية خمسة وعشرين وبادئ بجملة جاءت في الامتحان بتاع الفين وتسعتاشر دول تاني واللي بيقول لك فيها ده 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 كده هو الفاعل ودي جعلة ودي مفعول به كده حضرتك تدور على مصدر مصدر دور عليها ايه? ادي مصدر هي موجودة خلاص بي وجلند خطأ وورك في المصدر خطأ وورك الماضي بسيط خطأ تماما ونتحرك على صفحة اربعمية ستة وعشرين عشان نكمل تدريبات اللي جاية معنا هنلاقي على صفحة اربعمية ستة وعشرين الجملة الرقم تنقول لك فيها ايه 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 انا حصلت على شعر ايه باشا كده الجملة الجدامة بي فيها بناء للمجهول دور لها التصريف التالت المفعول به الاول اهو موجود ودي الفعل جوت اهو ودي المفعول به الاصل اللي هو ميار كده فضيل لتصريف تالت كده فضيل لتصريف تالت خلاص كده في بناء للمجهول بيفور دا ويدنج بقول لك انا حصلت على شعر مخصوص قبل ايه 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 از فاقدر لها تصريف تالت كت تصريف تالت اهيه كتس مدرع بسيط كتنج جيراند وتو المصدر خطأ تماما احنا عايزين التصريف تالت اجابة واحدة صحيحة علشان ما نعودش كل شوية نقول دي جات في نموذج كزا جات في نموذج كزا قدامك اهيه التواريخ واضحة جدا كل جملة متجابة من انهم تحان والتاريخ بتاعه وتحضر لك بص فيها براحتك ها قدامك زهرة الحمد لله تتبقى لك فيها اه هنا بقى الفكرة التانية اللي هي فاعل جعل مفعول يقوم بفاعل طالما انت جيبت حضر لك هاز يبقى انت كده محتاج المصدر بدونته محتاج المصدر بدونته يبقى انت ادي دو اهي ده مصدر بدونته دون تصريف تالت ودي تقول مصدر اهيه ودي هالضان ماضي تام احنا قلنا عايزين ايه عايزين مصدر بدونته وده متحقق فيه دو اجابة واحدة صحيحة اربعة اقول لك فيها دينا ما لها بقى دينا ده هنا خلص الدنيا جاب لك دينا وجاب لك هو ادك كده المحة واشارة لان الجملة ده هي لها علاقة بالماضي البسيط يبقى نقول طب ازاي اجيب مضارع مع ماضي هنا بدي مش تنفى طيب برضو مش تنفى عشان حكاية طيب هو صحيح جاب هنا هو ماشي وبعد كده بس الجملة هنا هو اللي قدامي فيها بناء للمجهول وليست فكرة ان فلان جعل فلان يفعل شيء معين يبقى انت كده مش فاضل مع غير مين بمعنى ان دينا حصلت على بيتها مزين يعني اتعامل اللذي التازينات بتاعة تجمنا هنا فيها بناء للمجهول وده اللي خلانا اخذنا الاختيار الاخير دينا هي المفعول الاول وهي ليست المفعول الحقيقي المفعول الحقيقي هو تمام هو طبعا استخدمنا هذا عشان الجملة تدل على الماضي وتتصفى التالت تكملنا بناء الماضي بناء الماضي للمجهول وهو يقفلنا بلاستويك ظرف الزمان الدال على ده طيب نتحرك مع الجملة رقم خمسة واللي بيقول لك فيها علي جوت هز كريدت كارد بقى دي علي اللي هو المفعول به الاول وقادي الفعل بتاعها اللي هو جوت ده الفعل بتاع كده بتاع الباسف وقادي هز كريدت كارد اللي هي المفعول به الحقيقي كده فضل لك تصفى تالت كده فضل لك يبقى يا باشا تصفى تالت جملة فيها بناء للمجهول ده مصدر خطأ خطأ تماما انا عايز تصفى تالت اجابة وحيدة صحيحة في الجملة رقم خمسة ستة بقول لك فيها طبعا انا بنلفت ان انتباه لحاجة يا شباب ان كتاب المؤسر بيقول على الجملة اللي قدام دي يعني لو فسر بيقول لك ايه بيعتبر ان علي ده المفعول لاجله وبعد كده جاب المفعول به الحقيقي وبعد كده بيدور على تصفى تالت انا في الشرح بتاعي في القاعدة لما شرحناها على القناة كنا بنقول ان الطرف الاولاني ده اللي هو هو هنا بيقول عليه مفعول لاجله انا كنت مسمين مفعول به الاول وكنت بقى اقول على ده هو المفعول بالحقيقي وبكمل جملة دي علشان ما يبقاش فيه مشكلة يعني قلت عليه مفعول لاجله زي المؤاصر ما بسميه كده او زي ما احنا مسمينه لان نخلي بالك في الحالتين المؤاصر قال عليه سبجكت وانا قلت عليه سبجكت يعني انا بدي له نفس الاسم خلاص لكن هو قاله باللغة العربية المفعول لاجله وانا لما بيجي لما يجي تشرح قلت لك عليه ايه? قلت لك عليه مفعول اول لان انا شايف ان فيه مفعول حقيقي اللي هو مثلا انا حسب الجملة انا اشغال عليه. وبعد كده بيجيب تصفيف ثالث. المهم ان احنا متفقين في فكرة تسلسل اجزاء القاعدة في المبنى المجهول. اللي قاعد في اول الجملة ليس هو ليس هو الفعل الحقيقي. بعد كده بنجيب يا اما هاف يا اما جوت طبعا حسب ما بتشكلها. خلاص كده. وبعد كده هو المفعول به الحقيقي او اللي هو فعلا وقع عليه الفعل المباشر. وبعد كده هو حضرتك بتجيب التصفيف التالي في الاسف الجملة. تبقى كده جملة بقت مبنية للمجهول. ستة بقول لك فيها انتظر هناك وانا سوف هتعمل ايه يا سيدي بيكمل ادي ادي فاعل مع ولا هي? وادي صموان. تبقى كده حضرت جاب فكرة التانية اللي هي فاعل جعل مفعول. ماشي. طالما جايب طول مصدر بانت كده عايز حاجة من او اخواتها بيكمل يبقى نقول لها مش تنفع ما ينفعش يجوارها طول مصدر. جيت ولا لت ولا ميك الوحيدة فيهم اللي هينفع يجوارها طول مصدر هي جيت اجابة وحيدة صحيحة. نتحرك مع جملة سبعة. انت ليه ما تحصلش على الموبايل بتاعك? ايه? مالو يا سيدي الجملة اللي قدامك ديها. واخدى شكل البناء اللي بنجهول بس بس سؤال. واخدى شكل سؤال. يبقى كده ايه اللي فاضل معك بقى هنا? فاضل معايا التصريف التالت. لان كل حاجة متحققة. اده هو الشخص اللي هو بيتكلمه ويعتبر مفعول به غير حقيقي. تمام? واده هذا هي. واده المفعول بالحقيق اللي هو الموبايل. يبقى انت كده تفضلك هنا? فضلك تصريف تالت. حسب تركيبة القاعدة. وبيكمل يبقى طول مصدر خطأ. في شكل خطأ. فيكس التصريف تالت هي. واده فيكس في المصدر لا. انا عايزين تصريف تالت لاني قدامي ده سؤال مبني للمجهول مع كهوزة الذهاف. في اه بعض الناس بقول لك يا مستر انت بتشرح بسرعة. وفي بعض الناس يقول لك يا مستر انت ليه بطئ كده? والله الواحد احتار انت ارح بسرعة. الناس يقول لك يا مستر ليه بتشرح بسرعة? وان كنا بطاقة شوية يقول لك يا مستر انت ليه بتبطع شوية? اسرع معنا شوية. شباب احنا بنحاول بازن الله نوازن ما بين السرعة وما بين الدقة بحيس انك انت بازن الله تفهم كل اللي احنا بنقوله ببساطة شديدة جدا. ببساطة شديدة جدا. ننتقل لجملة الرقم تمانية. وهذا كاربينتر. اه نحن جعلنا مفعول به تلمهات. يبقى انت كده عايز الفعل في المصدر بدونته. ده بروكين ويندو. احنا بقول لك حصلنا. او احنا لا مش حصلنا هنا بمعنى جعلنا. احنا جعلنا نجار يصلح الشباك المكسور. يبقى بتول مصدر? لا. تصريف ثالث لا. انا عايز المصدر فقط بدون دو فكس. علشان هنا هو هادي هي اللي موجودة. تسعب لك فيها امي تجعلني يبقى ادي الفاعل و ادي يجعل ايه? و ادي المفعول به. ها? كده انت حضرتك عايز ايه? كده حضرتك عايز برضو الفعل في المصدر. بدون تو. بدون تو. لاني ميك من اخوات هذا. اب ميروم اون فريدي بكامل جملة بتاعته. لأ. احنا قلنا عايزين مصدر فقط وده متمثل في كلين. دي ماضي بسيط لأ. وكلينك في شكل جيراند خطأ. تماما. الجملة انا معاش اقول لك فيها. وي نحن. وجايف فراغ. ايه بقى دي الفاعل اهو. كده انا اقس لك واحدة منه. اما هاف واخواتها اما جيت واخواتها. واده المفعول به. واده طول مصدر. اه طول مصدر كده شوفها واخد بالك انت انا بعلم على حاجات مهمة جدا. هي اللي بتقول لدليل الاجابة. ماشي انا موجود الفاعل. عايز هنا ما ما يعني جعلها او اجبرة. واده المفعول به. واده طول مصدر بانتك ده عايز يا اما جيت. يا اما واحدة من اخواتها طبعا حسب الجملة عندي هنا ماضي ولا لأ بيتغير شكل جيت الى او هاف الى هاد وما الى زلك. هتلاقي هاد موجودة لانا ما انفعش وراها طول مصدر. هادي اهيه? واده ميد واده لت. انا عايز هي الاجابة الوحيدة الصحيحة لان هي الوحيدة فيهم. اللي ينفع يجي فعلي في جملتها في شكل توصول مصدر بالشكل انت قدامك. اللي الفكرة بتتكلم في ايه? فلان جعل فلان يقوم بشيء او اجبره على ان يقوم بشيء. نتحرك مع الجملة الرقم احداشر. واللي بيقول لك فيها احنا ماشي? ايه اللي حصل? جعلنا الفن بتاع عجزة الكمبيوتر. ايه عم يعمل ايه? ادي الفاعل. ادي جوت. ادي المفعول بي. كده فضل لحظتك ايه تول مصدر. يبقى لي تول مصدر هي تول مصدر بمعنى يقوم بتسبيت وتركيب وتجهز العمل. نستول في المصدر لوحدها خطأ. نستول مدرع بسيط برضو خطأ. خطأ بالمرة. احنا عايزين ايه يقولنا? عايزين تول مصدر. اجابة وحيدة صحيحة. نتحرك مع جملة اختلف الكلام. فوق الجملة القدامي دي كانت جملة اكتف. لكن الجملة اللي تحت دي مفعول مبنية المجهول. وبعد ابوي. وهنا هو تعتبر المفعول به الاول. ثم ادي جوتة هي. اللي تتشير للسببية. وبعد كده ده المفعول به الحقيقي. كده فضل لحظرتك تصريف تالت. عشان تبقى الجملة اكتملت. تول مصدر خطأ. في المصدر لوحدها خطأ. مدرع بسيط خطأ بالمرة. تصريف تالت. تحقق معي البناء للمجهول. اجابة وحيدة صحيحة. نحرك الشاشة بس عشان تشوف انت رقم الصفحة. انا ظهر قدامك. ونقول الجملة تلتراشر. ايبا جاب فراكت وديزي اجو. انا كزا من يومين عد. اجو دي بتديني دلالة. ان جملتك ده هي شغالة على زمن الماضي البسيط. طيب اول ما تنفعش مع مع فيكس في المصدر كانت تحتاج ان هي تبقى فيها مسلا. مسلا ايه يا اما اه حد لو انت بتكلم فكرة البناء المجهولي بناها يعيزها تصريف تالت. خلاص لو انت بتكلم فكرة حد جعل حد ودي الصيغة مش متحققة. ايبا غلط. ايهاد ماي بايك جملة هنا هو متحقق فيها فكرة البناء المجهول. كأن دي هي المفعول بيه الاول. وبعد كده هادة هي. ودي المفعول بيه الاصلي ودي التصريف التالت عشان تكمل معي البناء المجهول. ماشي نزبر شوية. وبعد كده. انا هرجع للاجابة سي. لاني هتحقق معي البناء المجهول في الماضي البسيط مع اربعتاش ولا كي افتر ايهاد سين دكتور عمر. انا بعد ما شفت الدكتور عمر معيش الطرف الاولين من جملة في ماضي تام. اي ايه? ايه اللي هنكمل به هنا هو? طيب دي غلط علشان انها كانت محتاج انها تبقى تصريف تالت. طيب واخد شكل ما ينفعش معي انا محتاج تصريف تالي لان هنا في بناء المجهول. اي دي با كده اتنين دولار هاد هاد يبدأت داني ماضي تام. ما ينفعش جملة انا فيها اتنين ماضي تام مع بعض. طب ازاي بقول انا بعد ما قابلته ما حصلت بازاي المفروض حسب ترتيبنا ما يجيش كده. مفروض يجي ماضي بسيط. مين اللي فضله? اهي. الجملة اللي قدامي تحقق البناء للمجهول في طرف الجملة اللي احنا فيه. ماشي? اللي هو واخد شكل الماضي البسيط المنفي. اجابة وحيدة وصحيحة. خلاص اجاب لك فيها انت ليه ما تجيبش ميكانيكي? والجملة اللي قدامك ده هي ماشي? فيها صياغة السؤال اهي? عم انت ليه ما تجيبش ميكانيكي ايه يعمل ايه بها? وجاى بفراغ السيارة بتاعتك. طالما هاف موجودة يبقى انت كده عايز الفعل في المصدر بدون تو يا باشا. خطأ. المصدر الواحدة اهو. وبعد كده لقص المضارعة بسيط. انا هاخد في شكل المصدر بدون تو. اجابة واحدة صحيحة عشان ايه? علشان هاف. نتحرك لصفحة اللي بعدها. اربعمية سبعة وعشرين. عشان نكمل لانجلجز كتساز جاية معنا وبنبدأ بالجملة فادي. يجب علينا ان نجعل فادي. بقى دي فاعل. وقادي الفعل جيت. وقادي المفعول بي. بانت كده حاطك عايز ايه? عايز تو والمصدر. احنا يجب علينا ان نجعل فادي ان هو يشترنا شوية تزاكر او جيب لنا تزاكر قطل. جيت في المصدر لوحدها. وقادي جيتس مدرع بسيط. وقادي تو المصدر وادي جوت ماضي بسيط. قلنا عايزين ايه? عايزين تو المصدر اجابة واحدة صحيحة. سبعتاش يقول لك فيها يتحتم علينا ان نجعل جيران انا. خد بلك من الحتة دي دي هميني انا الحتة دي. هميني جيتها. ويا افجود دي كلها اعتبرها اعتبر ان هي منطقة الفاعل. وقادي الفاعل جيت وقادي المفعول بي له كده انت عايز ايه? عايز تو المصدر. بيكمل بلاينج لاود ميوزيك. يبقى انا عايز قلنا ايه? طول مصدر. لان ما عليك قلنا على بعضها. يتحتم علينا ان نجعل جيراننا يتوقفون عن ايه عاسف الموسيقى. للموسيقى بصوت عالية. في المصدر خطأ. سمدرع بسيط خطأ. واحدة شكل تصفتات خطأ تمامنا. وانا عايزين ايه? قلنا عايزين طول مصدر لاني نتحقق معايا فكرة الفاعل اهو اللي جعل المفعول بيه يقوم بفعل معينة. طبعا شو قال لك فيها رئيسي في العمل سمح لي. والله من الصياغات اللي تحتاج وراها يا شباب. فعل في المصدر مسبوق بتو. مسبوق بتو. بيكمل مدرع بسيط لا. مصدر خطأ. تيك انتصف تلات خطأ انا عايز تو سم المصدر ايه. اجابة واحدة صحيحة. نتحرك مع الصفحة ونشوف قلنا رقم عشرين واللي قولها فيها شي هي وجايف فرغ ذات. هي كزا انه هو مش هيقول لحد يعني مش هيخبر احد ايه تماما. طيب نقول لي بقى بمعنى بمعنى جعلته يعد ولا وهذا الشكل الماضي. تمام? هدي خلي بالك فيها بناء المجهولة وهذا الصف تلات هي. ولا يعني شيء طب ازاي دي الصياغة تبقى ازاي? ولا الجملة اللي قدامي. في جون رقم عشرين. هقول بمعنى هي جعلته. يبقى ادي الفاعل. وبعد كده الفاعل هاد. ودي المفعول بي والفاعل في المصدر بدون تو. ده متحقق في الصياغة ايه? عشان كده هناخده يجابه. بعد شو مولا فيها ويت كده انتظر هنا. انا سوف احصل على شخص ما. يبقى ادي الفاعل اهو. معه وهذا هي قدامي. ودي المفعول بي. يبقى انت كده حظك عايز ايه? عايز فعل في المصدر بدون تو. يبقى انت قلنا عايزين ايه? مصدر بدون تو. يبقى المصدر مش تنفع. تصف تالت مش ينفع. المصدر اهو. وتوك ده ما يضي بسيط. احنا عايزين ايه? قلنا عايزين مصدر بدون تو. ده متحقق في تيك اجابة واحدة صحيحة. انا شو مولك فيها? الطلبة. جعله المعلم. يبقى دي الفاعل الطلبة. هو دي جاء على ايه? ودي المفعول بي المعلم. يبقى انت كده محتاج ايه? محتاج تو. المصدر هتكون ايجابتك في الجملة اتنين وعشرين. بنكمل بمعنى يؤجل مصدر فقط. لأ. تو المصدر ايه تو بوست بون ان يؤجل برضو. لكنها فيها تو اهي. ده اللي انا عايزه. ده اغضي شكل ايه? التصريف التالت. بوست بون زي مضارعة بسيط. احنا قلنا عايزين ايه? قلنا عايزين تقول مصدر لان هي اللي بتحقق معايا الفكرة اللي احنا شغالين عليها. تده عشان بيقول لك فيها? يتحتم عليك. طالما جيب لك مصد ايبادية من الافعال ناقصة. انت محتاج وراها مصدر فقط. بدون تو طبعا ده اكيد. حسب جملة اللي جاء انت شغال عليها. المهم يوم مصد كزا. اه جيب لك انها هو مصدر تاين بدون تو. يبا انت كده محتاج اه او حد من اخوتها بيتكمل. يبقى نقول هاف مصدر بدون تو. ماشي ولا جيت ولا الا ولا انا عايز هاف فقط. لاني بتحقق معايا مجموعة حاجات. جاية مصدر بعد مصد. ادي حاجة. بدون تو طبعا الحاجة. الحاجة التانية ان هي اللي هي تسمح لي ان لو جبت فعل جديد تاني في نفس الجملة. يكون برضو مصدر بدون تو. ده متحقق معايا اجابة وحيدة صحيحة. نتحرك مع النون التاني وللمعاصر عندك مسميه حالات خاصة. البحاجة كده خلي بالك ان الجمل اللي جاي دي بتتكي عليها شوية. لانها تتعمل مع ملحوظات. يعني ممكن تكون ايه? يعني جامدة شويزة بيقول. طيب جملة اربعة وعشرين بيقول لك فيها. عاد الماله بقى وجايب نقطة خلصة الجملة. هيميلة همسيف. اه. هيميلة همسيف معناها انها وقام بفعل هذا الشيء بنفسه. يعني ما حدش عمله. يعني هو اللي عمل هذا الفعلا ما يقوم حد اخر بفعله له. طيب. يبقى نقول هاد الكوكس هزدنر عادل يطهو العشاء بتاعه بنفسه واخد شكل مضارع بسيط خلي بالك ان حتة الميت تدل على الماضي. طيب ولا كوكس هزدنر واخد شكل ماضي البسيطة هي. ولا هازه هزدنر كوكس في الحالة دي معناها انه حد اخر هو اللي عمله العشاء ده. ولا هازه هزدنر كوكس برضو حد اخر عمل له هذا العشاء. لكن هنا ماضي وهنا كانت مضارع. كده حضرتك فيه اشارة الماضي هو قام بفعله بنفسه. يبقى انت عايز فكرة الماضي البسيط اللي يدل على ان عادل هو اللي قام بهذا الفعل بنفسه. يبقى نقول ايه عادل كوكس ده هزدنر هي ميد ات همسلف. عادل هو اللي طهو العشاء بتاعه والبي اكد عنه هو عمله بنفسه. خمسة شكلة فيها احيانا ماي فريند صديقي مالو يسيد بيكمل مي بوروهيسكار احيانا عازه لك ايه صديقي بيسمح لي ان انا استعيل ايه السيارة بتاعته. المهم عندي اخد بالك من حتة دي اللي هي بورو والجهية مصدر بدون تو. يبقى انا اخد لها ايه ولا 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 الوحيدة فيهم اللي ينفع ايجي وراها المصدر بدون تو هي ستة عشر يقول لك سما تريد منا ان ندع نسمح لها تعمل ايه? ها? كده احنا قلنا ادي متحققها موجودة. يبقى انت كده حضرتك عايز ايه? عايز المصدر بدون تو بنكمل. المصدر تو هتند. وده هتند مصدر فقط وده هتند ده اخد شكل التصريف التالت. قلنا عايزين هتند في شكل المصدر بدون تو. علشان ايه? علشان لد. نحرك الصفحة شوية علشان تشوف الرقم بتاعها. ونروحكم من السبعة عشرين اللي فيها عمر كان مريض جدا. ربنا عافينا. ايه وبعد كده هو بيقول لك ايه? ايه اهي. وقادي جوته بيكمل. طيب عايز اقول لك ايه? انا جعلته. يبقى انت كده عايز المفعول بيه من مين? من عمر? عمر ده يعني هي. المفعول بيه بتاعها ايه? هي برضو? ولا هز? ولا هم? ولا هم سيلف? هم. هو ده المفعول بيه من عمر. نتحرك معجومة تمامين عشرين. نحن بحاجة ايه? ايه عمي بيكمل الفراغ. عايز اقول لك احنا محتاجين ان احنا نحصل على جهاز الحاسب الاقل بتاعنا مفحوص يعني تم فحصه من ايه? من تمام كده? طيب نقول ايه? ولا هاف ولا لت ولا احنا بتشتغل على مين? في شكلها ده. يا اما هاف يا اما هاد. يا اما جت يا اما جوت. ولت. وقال لو ما لهمش دعوة بفكرة خالص. اللي هي فكرة البناء المجهول. تمام? ماشي. تعروح لجملة تسعة وعشرين زمزم ما لها? وجاي فرغ هيرت. اه عايز لك زمزم يا اما حصلت يا اما لا تحصل على ملابسها مخصولة. اه هي بتغسلهم بنفسها. يبقى ده معنا ان هي لا تحصل على ده من خلال حد اخر. والجملة فيها علاقة هي واضحة جدا مع المضارع البسيط. يبقى دور على هاد مضارع بسيط ممفي. تقول ايه? هازنت? ولا هادنت? ولا هادنت? هازنت اللي قدامك دي تتكلم في الملكية. لو جاية لوحدها. ماشي? اقول مسلا ايه? شي هازنت ابايت مسلا. هي ما عندهاش عجلة. طب لكن لو عايزة اجيبها بطريقة افضل هقول ايه? اللي هي دي. ماشي? هازنت اللي هي ايه? قدامك دي تديني فكرة ملكية. وفكرة كمان محتاجة وراها تصف اولي. هازنت مسلا. لكن ضازنت هاد هي نفي المضارع البسيط للفعل هاد. ده الصيغة السليمنية. انت حرك معها تلاتين. انا كنت قادم من علي. قد بالك من حتة الماضي هنا. هي هاد ايه بقى? ايه بقى? ايه بقى? عايز اقول لك جعلنا يعني. خلانا اتضحك علينا زي ما يقولونه. يبقى انت كده فضل كلمة مفعول به. هنا انت صف تر بتحقق او ماشي? بمعنى بانفسنا ولا وي ولا 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 اص. هي هاد اص. جعلنا. طبعا هنا هو اص هي المفعول به الحقيقي اللي واقع عليه الفعل. الجمنا فيها بناء المجهول طبعا. بنتحرك مع الجمنا رقم واحد تاتين. دي موجود على صفحة اربعمية تعمين وعشرين. بقول لك فيها المدير بتاعنا. مال وعامي. ها دي مانجر هو. ودي مي. اه يبقى دي الفاعل. هنا في فضل الفاعل من الافعال اللي هي اما هاف او حد من اخواتها او جيت او حد من اخواتها. ودي المفعول به ودي الفعل في المصدر. اه الفعل في المصدر يبقى انت كده عايز هاف او حد من اخوتها. تمام؟ بك يبقى جوت لأ ما تنفعش معي ادي ميدة هادي اخت هاف. وادي انا هاخد ميد لان هي اللي ينفعي وراها الفاعل في شكل مصدر. الفاعل الجديد يعني مصدر بدونتم. ندر بقول لك فيها عندما كنت صغير. والدي دائماً كانوا بيجعلوني. بقى ادي ما ده ايه? خلاص كدا. ايه من انت كده? عايز فعل في المصدر بدونتم. عايز فعل في المصدر بدون تو. هنا اجابها لك فوق جاهزة. المرة دي انت اللي هتجيب الفعل في المصدر. مصدر بدون تو. وانت هو المصدر. وقت ما ده بسيط ووكس مدارة بسيطة. انا عايز ايه? قلنا اعايزين فعل في المصدر بدون تو ده متحقق فوق اجابة وحيدة صحيحة. تاتة سؤال دي بدأ بفراغ وحاطط لك على انت استفهام. يبقى ده سؤال انت كزا. الوجبة بتاعتك معدعة ومجهزة قبل ان تذهب الى المنزل ادي بفورة هي. ودي الماضي البسيطة. يبقى انت كده عايز هنا عايز ما يدل على صياخة الماضي التام. بس الجملة هتبدأ بفعل مساعد. السؤال هتبدأ بفعل مساعد. لان بفيش كم تستفهام. يبقى تقول هاد يو دي غير مكتملة. هاد يو هاد ده مضارع تام. هاد يو هاد ادي ماضي تام. هاد يو هاد ده مضارع بسيط. احنا قلنا هناخد ايه? هاد يو هاد عشان تبديني الماضي التام هنا. واده الماضي البسيط في الطرف التاني يتحقق السؤال. هربطة نقول لك فيها هو مقنع جدا. ماشي يسيدي هي قط اذا تجوين هس تيم او بقول لك هو جعلاني يعني او جعلاني. يبقى ادي الفاعل ادي الفاعل اللي جت بس او اخد شكل الماضي. وادته المصدر. ايبا انت كده انا قلص لك ايه هنا? المفعول بيه. طبيب اي ولا مي ولا مي ولا مي المفعول بيه متحققة في مي. اجابة وحيدة صحيحة. نتحرك مع العنوان الجديد اللي مسميه المعاصد تأكد من الفهم بتاعك والجومة اللي هنا هتبدأ تشد شوية الاختيارات هتبقى اطول. انا دفعت النجار علشان علشان يصلح الباب. فعل الدفع وقع. لكن الصيانة لسه. انت دفعت النجار فعلا. لكن لسه هيعمل الصيانة. ايه الجملة اللي اتعبر عن الكلام ده? انا جعلت النجار يدفع عشان يصلح. ايجوت انا جعلت النجار صلح لي ولسه ودفع له علشان. ايها ده انا حصلت عن نجار صلح لي لسه برضو. انا حصلت انا نجار علشان يصلح اه هي دي. الاختيار دي هو اللي بحقق معايا معنى الجملة اللي احنا شغالين عليه. ستبقى انا حصلت على الغداء بتاعي مطهو يعني حد هو اللي طبخ لي. طيب تبقى انا اللي طبخت بنفسي? ولا شخص ما طهى الغدالية? انا اللي طبخت الحد تاني? ولا اي جوت ماي لانش كوكينج? خلي بالك من الجينادي ده عمل لي مشكلة. الاختيار الوحيد الصحيح هو بي شخص ما طهى الغدالية. نتحرك مع جملة سبعة وتلاتين واللي بيقول لك فيها انا جعلت اخي يقوم بالشوبينج. لابن ده معناه اني انا جعلته اجبرته وخليته وعمل ده المهم. ايه اللي حقق معايا? المعنى للجملة دية في التلاتة? انا جعلت اخي يقوم بالشوبينج? ولا انا جعلت اخي يذهب لي الشوبينج? ولا انا حصلت على الشوبينج تم عن طريق اخي? ولا التلاتة? الاجابة السليمة هي ان التلاتة ينفعوا صياغة تعبر عن الجملة اللي احنا نشغلينا عليها. نحرك الشاشة شوى عشان نشوف رقم الصفحة. فيتماية ما هي يقول فيها انا عادا ما بخليش حدي ينظف لي لايه الاوضة بتاعتي. ايه اللي الديني نفس المعنى? انا دايما بحا. باحصل على الاوضة بتاعتي م 가지 نظفة. ولا انا اللي بنظف الحجرة بتاعتي في العادة. ولا انا العادي ان انا احب عادة يعني احصل عليها متنظفة. هنا فيها طول المصدر. لا الجملة السليمة هي بي. انا عادة ومنظف حجرتي انا بنفسي. سماء في الجملة التساعدين. سماء حصلت على او جعلت حد يعمل لها ايه يسئلها الزرع بتاع ده الورد بتاعها. خلاص. مين اللي عبرنا ده? ايبا سماء. ماشي? جعلت شخص ما يسئل الورود بتاعته. ايه اللي عبر عن ده? سماء ما روتش الزهور بنفسها. ده معنا ان حد عمل كده. في اشارة في الماضي فوق فهذا ايه? واشارة في الماضي المنفي هنا هو قدامك. خلاص? بقول لك سماء جعلت شخص ما هو زرع الورد بتاعها. طيب. يا ترى سماء لم تسقي الورود بنفسها. ولا سماء سماء لم تحصل على الزهور المسقية. ولا سماء سماء لم تحصل على الزهور المسقية. ولا سماء خلي بالك من تقول مصدر تتعمل المشكلة. اللي ديني معنا الجملة الوحيد الصحيح هو الاختيار ايه? سماء لم تروي الزهور بنفسها. ليه? لان هي جابت حد قام بهذا الفعل. نتحرك مع الصفحة اللي بعدها. والجملة رقم اه اربعين على صفحة تربو مئة 29. قولك فيها. انا كتبت التقرير لعمر بعد هو مطلب مني. مين الجملة اللي تديني ده? عمر ميد اي رايت زا ريبورت الصياغة هنا خطأ. لانه مفروض اقولي ميد مي مسلا. طيب. عمر هاد مي رايت دا ريبورت. عمر جعلني اكتب التقرير. ودي بتحقق المعنى اللي فوق. ولا عمر جوت اي رايت. ودي برضو الصياغة خطأ. ولا بيو سي. الصياغة الوحيدة السليمة هي عمر هاد مي رايت دا ريبورت. عمر جعلني. اكتب التقرير. واحدة ربعين مولا فيها. هل طلبت من حد ان هو يساعدك? انا قلت. ايه البديل هنا? ايه انت جعلت شخص ما يساعدك? ولا? ولا هل حصلت حد يساعدك? ولا هل حصلت حد يساعدك? ولا هل حصلت حد يساعدك? فتبالك من الصياغة. هو بيقولك هل انت سألت من طلبت من حد ان هو يساعدك? فتبالك اني ديت موجودة. ماشي والشخص اللي بيكلمه وبعد كده الفعل اهو. ودي اي نوان وديته المصدر علشان تحقق معايا الفكرة. طيب. مين فيهم اللي بتدين نفس الصياغة وعملها صح. الاختيار سي. هل حصلت على حد يساعدك? فانت نما تطلب من حد يساعدك? انت معنا ايه? ان انت بتجعل حد ايه ساعدك. الجملة الاخير بولد فيها. مام جعلت لين تجاه هزة الترابيزة للغداء. ايه معنى الجملة دي? ان مام حصلت على الترابيزة بتاعت اللي هي المنضادة بتاعت الصفرة دي معدة بواسطة لين ولا مام جعلت لين تعد الترابيزة لي او صفرة لي الغداء? ولا مام جعلت لين وغد شكل جيرا تقوم بتجهيز الترابيزة لي الغداء. الصياغة الوحيدة السليمة فيهم هي الاختيار دي لو هبقولك ان ايه و سي صح. يعني معناها لو قلت اني مام جوت دي تابل دي صياغة سليمة والصياغة سي اللي هي مام هادلينج سيتنج دي تابل فور لانش برضو صياغة سليمة. عشان كده اختار من ايه و سي. اجابة في الجملة رقم 42. بكده يكون انتهى تدريب اللانجوج اللي كان جاعد درسي ثلاثة واربعة من الوحدة ستة. خلنا المنتيست مع اللانجوج مع بعض هم اللين المنتيست اللي عن اللانجوج واللانجوج كمان مع بعض. علشان نخلي لك الفيديو مكتمل مع بعضه. ان شاء الله انتظرنا في مزيد من التدريبات الملحك بتاعك مع معلم خبير السلام عليكم الله وبركاته.